نقش الاجتماع الذي عقده مامور مديرية الشحر عادل باعكابة مع رئيس فريق الميسرين بالمحافظة والمشرف على مديرية الشحر بالمديرية سالم مفلحة المشاريع ذات الأولوية المزمع تنفيذها في المديرية والمقدمة إلى البرنامج الإنمائي ضمن خطة المديرية لعام 2023 وخلص الاجتماع إلى رفع تقرير يشمل عشرة مشاريع ذات أولوية قصوى في مديرية الشحر إلى البرنامج الإنمائي وتشمل المشاريع قطاع المياه والصرف الصحي والطرق والبناء المؤسسي والتعليم الفني والزراعة والري